أما هلأ مشاهدينا منبقى مع جوراس كريستينا صادق يلي محضرت لنا فقرة مخصصة لعيد الأمهات مشاهدينا أهلا وسهلا فيكن بإخبار عننا فقرتنا اليوم مخصصة لعيد الأم بحب دورة عيد كل أم عم تحضرنا عبر شاشة التلفزيون أو عبر الإنترنت كيف نشأ عيد الأم وكيف بعض البلدين بتحتفل فيه الاحتفال بعيد الأم وتكريم الأمومة بالعالم بيرجع للعهود الأديمة على أيام اليونان والرومان حيث كانوا يكرموا أم الآلهة ريا واسيبال لمدة ثلاثة أيام بين 15 و 18 أذار خلال الأرن السابع عشر كانوا الإنجليز يحتفلوا بأحد الأمومة وهو رابع أحد بالسيام عند المسيحيين بهديك الأيام كانوا ولاد الفقرة الإنجليز يشتغلوا عند الأغنية بأسورهم ويضطروا يناموا عندهم بعيد عن بيوتهم وعائلتهم بس مرة كل سنة كان يحقلهم بفرصة فكان أحد الأمومين هار فرصتهم الوحيد يرجعوا فيه على بيوتهم ويقضوا وقتهم مع أمهاتهم وكانت الأمهات تحضر الحلويات وتحولها النهار لأحتفال كتير كبير لما انتشرت المسيحية بأوروبا قررت الكنيسة تغير معنى العيد وتسميه عيد الكنيسة الأم Mother Church Day وهو رابع أحد من الصيام كانوا المؤمنين يقدموا هدايا للكنيسة يلي تعمدوا فيها وعبر الأيام صار Mother Sunday و Mother Church Day عيد واحد بكرموا الناس لكنيسة والأمومة بنفس الوقت بالولايات المتحدة وبسنة 1872 قررت الكاتبة جوليا وورد هاوي أنه يكون نهار عيد الأم نهار للاحتفال بالسلام بس ما حدا أخذ اقتراحها جديا ولكن بقيت هاوي تنظم احتفالات لعيد الأم ببوستن واجتماعات وقد ديس هالشي كان يصير سنة ورا سنة حتى سنة 1907 لما أنا جارفوس من ولاية فلادلفيا شنت حملة كبيرة بتطلب أنه نهار عيد الأم يكون عيد رسمي بالولاية اللي عايش فيها فأنعت الكنيسة بجرافتن بوست فرجينيا أنه تحتفل بعيد الأم نهار ما مات والدتا بالتاني أحد من شهر أيار هيدا كانت أمنية والدتا ميسيس جارفوس ومؤيديها صاروا يكتبوا رسائل للوزراء ورجال الأعمال وكل السياسيين يطلبوا يصير ماذرزي عيد وطني شامل بكل الولايات المتحدة وهالشي ما تحقق إلا سنة 1914 لما رئيس الجمهورية وودرو ويلسن أعلن عيد الأم عيد رسمي يحتفل فيه كل سنة بتاني أحد من شهر أيار وقبل ما تموت جارفوس انتشرت عادة الاحتفال بعيد الأم بأكتر من أربعين بلد مثل كندا، فنلندا، دنمارك، بلجيكا، إيطاليا وتركيا كلهم بعيدوا بنفس الوقت ولكن بغير بلدين مثل الناروج عيد الأم بسائب تاني أحد من شباط وبالأرجنتين تاني أحد من أكتوبر وبلبنين أول نهار من الربيع يلي هو 21 أذار وبأفريقيا الجنوبية أول أحد من أيار وبيوكوسلافيا مثلا، نهار عيد الأم بفوتوا الولاد على غرفة أمون بكير كتير الصباح وبربطوا لإيديا وما بفكوا إلا ما تعطيون الهدايا اللي مخبتون تحت المخدة بالهند بيحتفلوا الهندو بعيد دورغا بوجا بأول شهر أكتوبر دورغا هي أهم آلهة بالهند ومفروض تكون كتير طويلة وإلى عشر إيدين وبكل إيد في سلاح لدمر الشر بإسبانيا والبرتوغال عيد الأم مأثر كتير بالديين المسيحية 8 ديسمبر هو عيد العذراء مريم وبنفس نهار بعيدوا لولاد أمهاتهم أما بفرنسا وبلبنان عيد الأم عيد عائلة بتجتمع العائلة على الغداء أو العشاء وآخر شي بيكلوا كيك خصوصي معمول لعيد الأم بالسويد عيد الأم هو آخر أحد من أيار الصليب الأحمر بيبيع زهور بلاستيك والمساري بتروح للأمهات اللي عندن أكتر شي ولاد باليابان وأمريكا الشمالية بيرسموا الولاد يلي بيتراوح عمرهم بين الست سنين والأربة عشر سنة رسمات عن أمهاتهم وبيشتركوا كل سنة بمعارض عالمية بتفرج الناس كيف هن بيحتفلوا بعيد الأم ببلدهم يمكن مشكلنا بنعرف أنه رمز عيد الأم هي زهرة القرنفل اللي بتمثل التجدد والعطاء مشاهدينا بنتوقف لحظة مع الإعلان وبرجع بكافة معكم فقارتنا اشتركوا في القناة